في قصة بدي أحكي لك ياه على احترام رغبة المريض كمان وذكرتني فيها أنت هي بناءً أنه على قصة مشابهة ولكن هي قصة كتير مشهورة لطفل اسمه بيل هاد الطفل كان معه لينفومة وقصة كتير مشهورة كان متعارض بمستشفى بكونيكتكات هون فأخذ تقريباً كان هو لازم يأخذ 12 سايكل 12 دورة من العلاج الكيماوي أخذ ثماني وبعدين قال أنا بدي وقف كان عمره 14 سنة قال أنا بدي وقف قال أنا معاد أحسن هالأعراض اللي عم تجيني نتيجة العلاج الكيماوي سوى عمره 14 يعني هو بعدهم عنا بالسن القانوني بقدر يأخذ القرار نعم ولكن قال أنا معاد فيني وأنا في عندي عمي توفت من وراء هذا السم اللي عم تعطوه إياه الأدوية الأدوية الأول هو كان بالغ تسمعه كلامه تمام بس هالطفل طبعاً أنه أنا معاد بدي أاخده وصراحة المستشفى وقته راح أعملوا اتصلوا مع هيئة العنايب هيئة الطفل أنه لازم نحن نجبروا يأخذ هاد الشيء أعمل ولد شارحاله وهرب على تيكساس بعض رسالة لأهله أنه أنا بحبكم ومدريكم كل شيء بس أنا معاد أحسن أخذ هاد العلاج وشارحاله وهرب على تيكساس وبلش يأخذ أعشاب لحاله يعني بش يأخذ أعشاب ويطري شوه وطاب والولاد وطاب وعين الله عليه والحكة وصارت قصة كبيرة وطلعت بالإعلام وصار يقولوا الناس أنه معناته أنتوا ما يكونوا عم تعاجوا صح مع كذا وزيطة وزنباليطة ووقتها المحكمة قالت أنه خلص أنه هو هي رغبته ورغم أنه 14 سنة مو لأنه من شيء ولكن لأنه ما فيك تجيب واحد يعني هلأ في عندك جانب عملي من الأمور ثم بدك تجيب هادو الطفل اللي عمره 14 أو 15 سنة بدك تقيده ومش عن تعطيه علاج كيموي بعيادات الخارجية أو بدك تجيبه وتنيمه بالمستشفى بدك تعمله قد منشن وكل شيء وبدك تعمله رسترين سواء تقييد سماعه سواء دوائي ولا فيزيكال غير منطقي هاد الشيء ولكن النقطة تعريف الطفل بأمريكا شوي فطفات صراحة يعني مثل ما قلت أنت عمره 14 سنة أنا بزمانة وكنت أشتغل بعناية عناية كبار بس كان في عندنا سليلين عناية أطفال تمام بس مش عن ضحكك يعني فعناية الأطفال نفس الشيء تعريف الطفل كان بسعودية الكلام لعمره 15 سنة بس يعني لعمره 14 سنة طفل بالنسبة لهم فلازم طبيب الأطفال يشوفه شو وزنه يعني إجاء مريض لصديقي يعني هو زميري طبيب الأطفال هو طبيب بادياتريكا يعني طبيب عناية وزن المريض 90 كيلو يعني نقل كبير يعني عمره 14 سنة بالغ يعني هو بالغ بس هو من القانون الطفل فلازم هو يشوفهم و أنا شوفه فهو ما نعارف يعطي جرعات الأدبية صح يعني يعني بل يتعب الله عليك أن يساعدني فيه يعني هذا مثل مثل البالغ صراحة وإن كانوا يسموه هذا بيد ميد بالطب يعني فأنا كنت وقفت معه كان عم يعمل إجراء يعني لازم يعطي جرعات فأنا عم يعطي جرعات لا لغيني 90 كيلو لما يعني مصنف فلحكي لك فبعدين هذا بل دل عم يأخذ الأعشاب وعم يعمل دعايات والناس في كتير ناس وقفت تأخذ الدول الكيمان ويصرت لك أنا بدي أخذ الأعشاب عم طيب مثل بل بعد تقريبا شيء سبعة وثماني سنين أخذ العلاج فأخذ العلاج وكتفى وكانت هل بين ثماني إلى أطناعش هي كانت زائدة ولكن كانوا معطوها بناء على أبحاث قديمة ولما تجدت الأبحاث كتشفوا أنه كافية وعود بقى أقنعه وقنع جماهيره أنه يا أخي العشاب مو هي دي الشكل